السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسامادي هالنهار ان شاء الله نقدموه الموضوع بناء على طلبكم وهو واحد سيد تصل بي في كومنتر و قال لي بليرا عندو البرغوت في الارانيب ديالو انا جاوبته و اعطيته الحل و قلت انني عندي لكم الفيديو باش نوضح الامر بالنسبة لهذا الموضوع انه كيقول هالسيد باللي ان البرغوت كين عندو في الارانيب ديالو في الحقيقة الارانيب ما كيجيهمش البرغوت تماما ما كينش كلمة برغوت في الارانيب كين ان امراض يجيهم بزاف كين يعني نبحثت فضل فضل القادية هالي انا ما عنديش المشكل هادا و سولت الناس اللي عندو ان ديالايا بهذا الموضوع انه كين الارانيب كيجيهم البرغوت المشكل فين كيكون كيكون ماشي في الارانيب ولكن اما عند هاد سيد اللي عندو البرغوت اللي وصل حتى الارانيب راها مشكل انا البرغوت خيب من كيجي الحيوانات البرغوت الاساس ديالو كيكون فين كيكون في القطط و الكلاب اعزاكم الله و كيفش كيجي كيجي من الفضلات ديالهم الفضلات ديالهم يلمشي امشوا تابقوا كيت تمرغدوا في الفضلات ديالهم عاد كيجيهم ما يسمى بالبرغوت اذا ما هو الحل الى كان عندنا البرغوت اما في الارانيب ديالنا او في الحيوانات ديالنا ما هو الحل الحل وهو كالتالي اذا الحل هو كاين ثلاثة ديال العناصر كاين الماء يكون واحد اصطل ديال الماء و كاين العنصر اذا العنصر الثاني وهو مسحوق ديال الغسيل مشي من لابد ما تكون هذا العلامة تجارية و انما اي علامة تجارية المهم انه يكون مسحوق ديال التصبين هذا هو العنصر الثاني و العنصر الثالث هو كيما كتشوفوا معايا الرماد الرماد وهو منك يكون عندكم شي مجمرة بحال هذا و كتديروا فيه الفاخر و كتشويوا به كيبقى هذا الرماد هو دهير بحال هكا هذا الرماد هذا هو العنصر الاساسي لكيحييز هذا المشكل ديال البرغوت اذا الطريقة هي كالتالي اول حاجة نجيب اسطل ديال الماء و يكون متناسب بحال هادة اسطل هادة انتم ممكن كنشوفوه و كين ببتيد تجديروا واحد الكمية ديال ببتيد تجديروا واحد الكمية ديال ببتيد تجدوا هادة طريقة يعني و كتتخلطو بهالطريقة هادي كيطلق الرغوة دياله مزيان انتم راه دفاع طارق هادة الكشكوشة هادة الرغوة هادة راه مفيدة بزف اه الثالث عنصر وهو الرماد هاد الرماد ضروري انكم تجيبوا هاد هاد فرسيت اللي كيكون فيه هكا تاخدوا واحد الكمية هكا هدا هكا هكا حفنه هكا و غادي نغطي نديروها في السطل ديال الماء اذا بهذه الطريقة غادي نديرو هادة الكمية لاحظو ان مني 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 اندى الناس مو اسمو ده لقوا واحد حد الصوت يعني هادة الرماد ضرها عندو واحد مفعول ثم كيما كتشوفو كيف تخلط معا نديرا طريقة مجربة من عند الناس الاقدام هم اللي يعني انا سولت كاين دوا ديال البرغوت عادي كاين دوا في الفرماسيان وتو فعال ولكن هاد طريقة هدي كانوا كيستعملوها للناس القدماء اكثرية في الجيش يعني اي حيوان مصاب بالبرغوت هاد طريقة هي الطريقة المتلقة يعني كتخلطوا هاد الشياء الخالط كله كيتخلط وما عليكم الا تجيبوا الارنب ديالكم وكتغطصوه في هاد المحلول هادة يعني غيك كيتغطص هادك البرغوت كله مني كيشوف هاد المحلول هادة جاه كله يعني كيولي البرغوت كله كيبقف هاد في هاد المحلول كيبقف هاد الماء هادة ميمكنش انه يلا تغطص الارنب بها الطريقة بحالة كأنه يطلع وبقي فيه البرغوت وكتغطصوه اللي مدنب بها الطريقة بحالي يقولوا وحد اللاصيد اللي كيديو به هادك البرغوت كله كيبقف هاد الماء يعني هاد الماء حاولو انكم تحفروا واحد الحفرة مثلا وتكبوه فيها وانها هاد وتبعدوه عن الدار ذيالكم لا شيد تديروه قريبا لدار ذيالكم لان هاد المحلول هادة كيبقف هادك البرغوت يعني ما حاولوا انكم ما تقيسوش بيديكم يعني ديروا واحد اللي قات اللي قات الطبية ما غالينش بزاف شي كيدروا شي تلا سدرها مولا ركبوهم في اليد ديالكم ما كانش ديروا مثلا غي ميكا واحد ميكا تخشيو فيها اليدين ديالكم ومنين تغطسو الارنب هكا تحاولو تغطسوه كامل يعني سيبقى غي الرأس دياله لا 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 الأكسالية اليدونية دياله العينين هدوا كيو حاولو ما تقربو علمشو ولكن الارنب كامل كيتغطس بأكماله في هدا المحلول هدا يبقى واحد خمس دقائق ديروا واحد كرونو وخليه احد خمس دقائق منين تشوفوها يونيدك Literally دكشي المكونات بدات كتتخدم لان البرغوت غدي متشوفوه قدام عينيكم لانه غدي تلقوا واحد الحشرة طالعة فوق هاد المحلول هادا حولوا غي ما تقيسوش بيديكم لانه غدي تلقوا فيه اه العنصر الرئيسي وهو العملية هو الرماض الرماض ره شي حاجة اللي معجزة فحقيقة انا تجربة دار علي واحد السيد قدام عيني بصح ذرها فتجاج هو يعني راقبنا ان هاد البرغوت ما كيبقاش ما كيبقاش بتاعتا اه كان نظن ان الفكرة وصلتكم اذا فلسنا العناصر هو ماء السطل مملؤ بالماء اه تيد احنا كنقوله تيد ولكن هو حقا مسحوق كما بغي يكون مسحوق اما قاع جميع المساحق كتدير واحد الكمية مسحوق للغسيل اللي هو عبارة عن قبرة كتديروا واحد الكمية شحال ما كانت هذيك الكمية غير مهم انها ترغوي بحال هذا الرغوة بحال هكا منين تترغوي حاولوا تديروا واحد الكمية دي الرماض تخلطوا الخالي الكامل وتحطوا تغطوا الارنب او الدجاج او اي حيوان فيه او مثلا الكيلاب ديروا تهوا واحد البانيو كبير تهوا الناس اللي عندهم شي كلب وتصاب بالبرغوت تحتهوا تخدم القيطات كذلك المهم ان الوصفرها مجربة الناس اللي عندهم برغوت ميقاش خافهم من البرغوت ان شاء الله هذا هو الدواء دياله يعني الوصفة مجربة الحلقة ديالنا راسلات تشاركوا معنا في القناة وتكيوا على زر الجام باش تسندونا وتكيوا على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة